يعني اذا جيت انت من هذه الزاوية ما فيك تميز سواء هذه X3 ولا X4 حياكم حاجة للمستمواتر حياكم من جنوب افريقيا هذا جود الثاني من الحلقة وهذه الحلقة بدي اركز اكثر على BMW X3 M وهي X3 الجديدة محرك M الآن دغري واضح فيها كدني قررت بعم BMW وهو الضخم هون ولكن يفرق عن X5 والX7 انه فيه فراغ هون وليس موصلين هم مع بعض وحطين عليها للسيارة فتحات تهوئة بالكامل في الامام كل الفتحات عملية ما فيه فتحات بث منظر هالشي غريب لاحظت عن BMW انه كلما تصغر السيارة كلما تكبر الانارة الامامية يعني سياراتهم الاكبر ال X5 الانارة اصغر شوي فعن BMW لما تكبر السيارة تصغر الانارة والعكس صحيح مع ان X3 تدبر بيبي SUV من BMW مساحات فيها كبير كبير خاصة بالجيل الجديد طول السيارة طول السيارة هون اطول 2 انش من X5 فتخيلوا عمي مقارنة بالX5 القديم جانب السيارة تقليدي ولكن ما تلاحظ في الضغري ان M تلاحظها من الرنقات وتلاحظها من البريكات باللون الأزرق وحتى المرايات هذه السيارة عن BMW واحدة من اجمال اللمسات حركة المرايين هون والفتحات منظر ولكن المنظر ليس سيئ ومن الخلف الضغري ظاهر فيها الجناح والسيارة العلامية مميزة عن BMW ومميزة عن M هو من الاكزوستات ترون على الجهاتين هناك طبعا ان احنا من افريقيا فمقود القيادة على الجهة الغلط ترون المواد التي هنا طبعا انجيد هون يطبعا ان اطلال حرف X داخل السيارة وتعرف ان هذه هي X والكراسي ماشاء الله جميل الكراسي ترون الجلد لونين والان الجلد في النصف جميل وحركة مميزة هي هذه الفتحات التي هنا الآن تلاحظوا على M4 الجيل الحالي وهو الجيل السابق ولكن الآن موجود حاليا هي مفتوحة بالكامل وتشاهد فيها بالخلف هنا تضعون نفس الحركة ولكن تسكرونها لسه منظرها جميل والتنوع بالمواد تطريز جلد الكانتارا وهذا الجلد باللون ثاني حلو جدا التنوع فيها بالمواد وهي شعارات M التي تنور في الليل جميلة الداخلية شبيهة بالأكستري المختلف عن الأكستري هو الجيل السابق هذا الجيل السابق ترى كيف تختلف الآن و تشعروا كأنه طابقين والجيل فيها جميل طبعا الشحن اللاسلكي هنا شعار الأكستري ترى في شكل واضح هنا لكي يتعرفون ماذا هنا اختصارات ترى هنا M1 وهذه اختصارات لوضعات قيادة لمسة جدا جميلة و أعجبتني هي دعسة هذه الرجلين على جنبها في هون ألوان M و كثير صغيرة ولكن كثير حلوة هذه المساحة الخلفية ظهر الكراسي مثل السابق ليس بطال المكان شوية الرؤية محجوبة لما تجلس أنها مسكرة بالكامل أيضا لدي مساحة للرأس كافية من هون سوف تلاحظون أن النافذة الخلفية فيها ستكون نازلة كثير و لا تكون الرؤية مريحة نفس الرؤية هون و لاحظت أيضا السقف فيها شوفوا إلى أين وصل هذا كله يفتح الصندوق الخلفي والله مساحة كبيرة مساحة ضخمة فيها و شبه مستقيم هون فتخزين الأشياء ستكون فيها سهلة وهي X4M الآن نبدأ من الأمام X4M مقارنة بالX3M نفس الواجهة يعني إذا جئت من هذه الزاوية لا يمكنك تميز سواء هذه X3 أو X4 نفس الإنارة نفس الفتحات التهوية نفس كل شيء فقط نذهب إلى الجانب و يبدأ الفرق يعني لسه من هون هذه المنطقة كمان إذا تغطي هذه المنطقة لا يمكنك تعرف X3M أو X4M الآن اللون مختلف هون واللون صراحة جميل قرن اللون الداخلية مع الخارجية كثير ماشي مع بعض اللون الداخل والخارج كثير متماشي حتى تشوفوا هاي اللمسات على الكراسي نفس الكراسي اللي هناك طبعا بس تشوف هون الألوان اللي داخلي عليها وهي شعار الأم المنور في الليل بتشوفوا أوضحة هاني كرسي كمان أنا كثير معجب باعددات BMW اللي حقينا هون هاي نفس العددات اللي بتشوفوها بالM2 BMW M2 جاي شكلها شوية تقليدي أكثر من العددات الجديدة هون مباشرة حتلاحظ أنه مكتوب عليها X4M كمان هاي لمسة كثير جميلة في الداخل وفرق عن X3 اللي كنا فيها هلأ طبعا هاي مواصفات انه هون كاربون فيبر بالكامل سواء في النص سواء في الأبواب والكاربون فيبر اللي من هالجه كمان اللذيف اللي فيها وهون شعارات X4M وهلأ الفرق الكبير بين هاي والX3 اللي هو السقف شوفوا بالخلف هون الفرق كله موجود فيها السقف نازل طبعا لمنه هاي جاي كوبية وخط كامل من السقف للنافذة الخلفية ومؤخرت السيارة بتشوفوها كيف هون داخل عليها النارة اللي هي رياضية اكثر شبيهها اكثر بال 850 وحاطين هون شيء عاربي MW في النص كمان اللي يعطوك هذا الشكل الرياضي من الخلف وهو الكوبية والبومبر الخلفي قداش هون فيه خطوط وفيه تفاصيل جميلة والإكزوست الام كمان في الخلف بالجهتين واضح فيها لمسة الكوبية قداش خاسفين فيها السقف فالمساح هون أصغر حتى تشوفوا هاي المساحة قداش هي صغيرة هاي الرؤية الخلفية فالتخزين عندك اوكي التخزين كافي ولكن أصغر بكثير من X3M الفرق الوحيد طبعا هو السقف خلين نسكر الباب أول شي بتلاحظ قداش شباك هون أصغر من X3 نازل أكثر بس لسه رؤية كافية وهي مساحة السقف هلأ بالتصريح الصحفي تعون بMW قالوا انه نزلوا السقف بس ليعطوك مساحة تكون على الضبط كافية ما في مساحات إضافية فزي ما قالوا مساحة الرأس يعني هلأ في بس مسافة بيني وبين السقف بس المساحة كافية والنافذة الخلفية زي ما حكيت لكم X3 النافذة فيها جاي مستقيمة أكثر هون النافذة نايمة أكثر فالرؤية من الخلف أصعب وكمان الفرق الثاني هو السقف السقف X4 ما بيفتح نفس المسافة نفس X3 هون السقف شوي أقصر فهي فرقات من الداخل الآن نجرب قيادتها X4M على حلبة طبعا X3 والX4 نفس المحرك فنفس الشيء وشوفوا على المعاطفات كيف هي متماسكة مع أنها يدفع رباعي السيارة وحجمها كبير تعطيك ثقة كبيرة على اللفات ما بتحس بوزنها أبداً تسارع من صفر لمية بأربع ثواني وثاني تقريباً كمان تسارع بالنسبة لـ SUV من هذا الحجم كثير حلو وكل هالوزن تخيلوا نفس المحرك هيكون على الـ M4 و M3 مستقبلاً يعني هذا المحرك وهذه القوة على السيارة أخف وزناً فهذا الشيء سيكون عالم آخر طبعا المحرك هذا كثير مميز وسأقولكم ليش هلأ هذا المحرك هو 6 سيلندر عن BMW الذي سينزل على الـ M3 و M4 في الجيل القادم فهذا المحرك جداً مهم المحرك اللي عليها 2 تربو 3 لتر 6 سيلندر كل 3 سيلندر فيه مسؤول عنه تربو واحد بولد لمحرك 503 حصان بالـ competition بالـ X-ray العادية بولد 473 حصان والمحرك مربوط وتتناقل سرعات ZF 8 سرعات الصراحة السيارتين اخوان كثير متشابهين نفس المحرك نفس كل شيء والمساحات بالداخل تقريباً مشابهة يعني صح السقف نازل ولكن المساحة الخلفية بالـ X4 M كثير كافية أنا جلس فيها ومساحة الرأس كافية ومساحة الرجلين كافية الآن لو أريد أن أختار سيارة فضل أنا X4 M coupe بوجهة نظري شكلها قليلاً أجمل بعض الناس لا تحب شكل الكوبية على SUV وتفضل X3 M وكما بالنسبة لي X4 M أجمل خاصاً مع الإنار الخلفية ومع الشكل الخلفي ومع الدفاع الخلفي كثير رياضي أكثر هل تفضلون X4 M أو X3 M؟ خبرونا تحت بالكومنت سوف نراكم في الحلقة القادمة ومع السلامة